مرة أخرى يقدم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعني باليمن رؤيته الكاشفة عن عمق الأزمة اليمنية وتعقيدات أدوار أطرافها المحليين والإكليميين في تقريره النهائي للعام 2019 كشف الفريق الستار عن الوضع الكارثي في اليمن وأوضح بالأرقام والتفاصيل حجم الانتهاكات التي تعرض لها اليمنيون خلال العام الخامس من الحرب والفوضى التي باتت تحكم المشهد اليمني يسلط التقرير الضوء على حقيقة عدم قدرة الأطراف اليمنية على حسم المواجهة لصالحها من خلال الإشارة إلى توقف إنجازات الأطراف ميدانياً عند الحدود التي حققها كل طرف قبل 2019 لكن نتائج هذا التوقف تختلف عند طرفي المعادلة فبينما تشهد الشرعية مزيداً من التحلل والصراعات الداخلية استغلت ميليشيا الحوث الهدوء النسبي في العمليات العسكرية لترسيخ سلطتها في المناطق التي تسيطر عليها وكسب العديد من المواجهات كما حدث في منطقة حجور بحجة مرة أخرى يشير التقرير إلى تحول مهمة التحالف الذي تقوده السعودية من دعم الشرعية إلى تقويضها مسلطاً الضوء على أحداث أغسطس الماضي التي على إثرها خسرت الحكومة سلطتها الهشة في العاصمة المؤقتة عدل لصالح الجماعات المدعومة من الإمارات ليست هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها خبراء مجلس الأمن على دور دول التحالف في تقويض سلطة الرئيس هادي وحكومته المدعومة دولياً لكن الملاحظ أن هذا الأمر لم يحدث أي تأثير على سياسات المجتمع الدولي تجاه ممارسات السعودية والإمارات إلا بالقدر الذي يعزز من حضور ميليشيا الحوثي كسلطة أمر واقع وكأنها مهمة واحدة يتقاسمها الطرفان يوفر التقرير فرصة جديدة لحكومة هادي للتحرك السياسي والقانوني لصالح القضية اليمنية إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن الضعف الذي أصبح يفتك بجسد الشرعية بات يشل قدرتها على فعل أي شيء من شأنه العودة بالأزمة اليمنية إلى مسارها الطبيعي